قلت لهم بألفين وعشرة فاز آياد علاوي واحد وتسعين مقعد انتوا تحترمون صوت الناخب اذا تحترمون صوت الناخب كان المفروض تطونها لآياد علاوي ما تروحون تلتفون على الدستور وتجيبون قرار بالمادلة ستة وسبعين وتحرفون الدستور وتدفعون ضريبة هذا التحريف السنوات ما بعده الفين وعشرة انتوا تحترمون ارادة الناخب الناخب انطاه بالألفين وواحد وعشرين وتتلاثة وسبعين مقعد للتيار الصدري اجيتوا قلتوا الانتخابات مزورة والانتخابات مو صحيحة وطحنون وقلينا مدريش اسمها هاي اللي الاسرائيلية والموساد وكلها داخلة في هذه الانتخابات زين فهي انتوا لو تحترمون صوت الناخب وتقولون صوت الناخب مهم المفروض ترتبون على صوت الناخب نتائج اما صوت الناخب يطلع يصوت او ما يصوت النتيجة انتوا تتحكمون بيها فهذا يخليك تذهب باتجاه اخر هذا الاتجاه الاخر اللي لحد الان احنا نسلكه هو اتجاه سلمي وليس اتجاه عنيف يعني احنا ندعو الى المقاطعة ولا ندعو الى الممانعة احنا ما نقول روحوا سدوا وحرقوا تايرات وسدوا مقار الدولة واكتب ماكو وطن ماكو دوام ما نقول هاي الاشياء كلها نقول يا جماعة الخير مثل ما انت تقول المشاركة حق اي طيب الاخر يقول المقاطعة هم حق هذا حق يريده شاركة يريده قاطع زين هم يعرفون هذه النقطة اللي غاثتهم هم يعرفون احنا دا نشتغل على جزء جدا مهم اليوم غير منظور بس ماكو راح يصير منظور احنا دا نشتغل على ما يسمى في الشرعية الشرعية معناها رضى المحكومين عن اداء القائمين بالسلطة اذا الناس ما طلعت تنتخب تسعين بالمئة معناها تسعين بالمئة من الشعب العراقي غير راضي وغير مؤيد لأداء السلطة ولا هذه الديمقراطية اللي بالشكل الحالي وهذا معناه انه على المجتمع الدولي ان يعيد حساباته يعيد النظر بالنموذج اللي حاول يبنيه من 2003 ولا حد الآن هذه الديمقراطية اللي امريكا اجت عبرة القارات وقالت نبنيها بالعراق ونصدرها للمنطقة ايران تصدر ما يسمى بالثورة تصدرها المناطق تصدرها للعراق تصدرها للسوريا تصدرها للبنان تصدرها لليمن تصدرها لدول أخرى لأفغانستان عدها نموذج الصدرة روسيا عدهم نموذج جديد دا يصدرونها تركيا الأخوانية وما أخوانية عدهم نموذج السعودية اليوم بقيادة محمد بن سلمان أيضا دولة نموذج ترتفز على الاقتصاد وعلى المقاومات الاقتصادية امريكا من نجة احتلة العراق ويفترض انه عدها نموذج ديمقراطة تريد الصدرة هو هذا النموذج الديمقراطي 10% يشاركون من المنتفعين ومن زبانات الأحزاب إلا ما ندر حتى ما يعني أشمل كل الناس وتسعين بالمئة يقاطع ما يسمع صوت التسعين ويسمع صوت العشرة بأي منطق ديمقراطة هل طين دولة من الدول 10% يشارك ويأخذون بالنتاج ويقولوني هي هاي ديمقراطة ولذلك السؤال ولذلك السؤال 10% يحكم التسعين بالمئة ويقول هذا طغيان الأغلبية هذا بشكل واضح طغيان الأغلبية السياسية وإعدام للأغلبية الشعبية اللي انتحجت عنه طيب